فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها أما هذه فلم يجبه الله عز وجل وهي ألا يجعل بأس الأمة بينهم بل إنه سيقع بينهم كما قال جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت هرجولكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض هذه أشد يعني لبسهم شيع يعني فرق ويسفك بعضهم دماء بعض هذه أشد من أن ينزل عليهم عذاب من السماء أو من تحت هرجولهم نعم فالله منعه من هذا لأن الله من حكمته أنه يجري الاختلاف بين الناس للامتحان والابتلاء نعم وأيضا العقوبة العقوبات فإن من العقوبات أن الله يعطي أن الله يوقع الخلاف بين الناس ثم يتشاجرون ويتقاتلون عقوبة لهم في مخالفتهم للكتاب نعم وأما لو تمسكوا بالكتاب والسنة لم يحصل اختلاف ولا قتال لكن إذا خاله الكتاب والسنة عاقبهم الله فجعل بأسهم بينهم وفي الحديث وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم هذه سنة الله سبحانه وتعالى وهذه عقوبة والله لا يظلم أحد